اشتركوا في القناة يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري نسبتها 15% وذاكر مصرف الإمارات المركزية أن أجمالي الاعتمان ارتفع بنسبة 21% إلى نهاية يونيو وذلك نتيجة زيادة الاعتمان المحلي بنسبة 18% وزيادة الاعتمان الأجنبي بنسبة 2.19% كشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن غرفة أبو ظبي أن الإمارة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري تأسيس ما معدله شركة ذكاء اصطناعي واحدة كمعدل وسطي كل يومين وسجلت الغرفة ما يزيد عن 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ما يعكس نموا متسارعا واهتماما متزايدا خاصة في قطاع الدكاء الاصطناعي في إمارة أبو ظبي أشارت شركة أبل خلال إطلاق هواتف آيفون 16 إلى أن شريحة A18 Pro تمنح الهواتف قوة حوسبة بإمكانها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التولدي المعروفة باسم أبل انتليجنس هذا وتم تصنيع هذه الشريحة وفقا للتكنولوجيا الجيل الثاني من تقنية 3 نانو ميتر وهذه الطريقة في التصنيع تجعل الشريحة التي تعتبر القلب النابض لكل هاتف ذكي أسرع وأقل استهلاكا للطاقة وأكثر استقرارا عند مواجهتها لمهام معقدة وتعاد شرائح معالجات الهواتف الذكية عنصرا أساسيا يساهم في تحديد جودة وأداء أي هاتف جديد فهذه المعالجات هي القوة الدافعة لكل نشاط رقمي يقوم به المستخدم على هاتفه والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية شهدت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعا اذ تغلب القلق بشأن العصفة المدارية فرانسين التي قد تعطي الإمدادات الخام على المخاوف حيال الطلب وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى 39 سنة بما يعادل 16% إلى 69 دولار و58 سنة للبرميل وعلقت شركات النفط والغاز الانتاج في خليج المكسيك بسبب العصفة المدارية وتوقف ما يصل إلى 24% من انتاج النفط الخام و26% من انتاج الغاز الطبيعي أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الاقتصاد الكوري الجنوبي خلق أكثر من 100 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس وتجاوز عدد العاملين في البلاد 28 مليون عامل في الشهر الماضي بزيادة قدرها 123 ألفا عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية